في نسخة إيطالية محدثة من عملية كبح تدفق المهاجرين من ألبانيا عام 1997 تستعد بعثة عسكرية مكونة من مئات العسكريين ونحو ست سفن حربية وطائرات هجومية وأخرى للمراقبة ومروحيات وطائرات بدون طيار لتبدأ مسيرتها نحو السواحل الليبية تحت إدارة مركز قيادة وتحكم إيطالي سيستقر في طرابلس فيما وصف بأنه عملية تصد لموجة الهجرة غير القانونية باتجاه السواحل الإيطالية ويحمل بين طياته تطورا خطيرا نحو استباحة المياه الإقليمية والأجواء الليبية والسماح بتواجد قوات أجنبية على الأرض من المؤكد أن توكل إليه مهمة حماية مركز القيادة والسيطرة وإدارة العمليات صحيفة كوريكري ديلا سيرا الإيطالية كشفت الإربعاء عن نوايا الحكومة الإيطالية لنشر سفينة تحكم وخمس سفن حربية خفيفة تضم كل منها بين خمسين ومئتي عسكري للقيام بدوريات في المياه الليبية بعد تلقيها طلبا من فائز السراج في الثالث والعشرين من هذا الشهر بعد مفاوضات أدارها مباشرة رئيس الوزراء باولو جينتلوني ووزير الداخلية ماركو مينيتي تمهيدا للحصول على موافقة البرلمان الإيطالي لدخول تلك القوات مسرح العمليات على طول السواحل الليبية بزعم التصدي لقوارب الهجرة غير الشرعية بقوات تضم بين خمسمائة وألف رجل أو يزيد من بينهم قوة على الأرض ستتولى توجيه العمليات البحرية في مدى المياه الإقليمية وعلى مستوى حدود المياه الاقتصادية الليبية وما وراءها وفيما يتعلق بقواعد الاشتباك أشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الاتفاق في الحكومة الإيطالية سار على أساس توفير أعلى الضمانات لسلامة الجنود الإيطاليين ولحصولهم على أقصى درجات الحماية والحصانة ضد القوانين المحلية وفقا للترتيبات المعمول بها في الدول المضيفة لقوات من حلف شمال الأطلسي يبدو أن الحنين الإيطالي الجديد لمشروع الفاشية الإيطالية بقيادة مينوتو مسلمي باعتبار ليبيا بمثابة الشاطئ الرابع وترغيب المستعمرين الإيطاليين في العودة إليها تحت ستار كبح جماح المهاجرين القادمين من حزام الفقر جنوب الصحراء سيعمل على تحويل الأراضي الليبية إلى مجرد وعاء كبير لاستعاب المهاجرين وإلزام ليبيا بحكم الأمر الواقع بتوفير الحماية والإقامة والرعاية ومن ثم التوطين وتغيير معالم ديمغرافيا الدولة الليبية رأسا على عقب مما ينبغي معه مراجعة شاملة للعلاقات مع إيطاليا التي تجاوزت بكل تأكيد مرحلة الاقتصار على تشجيع فرق كرة القدم الإيطالية إلى ما هو أعمق من ذلك بكثير ترجمة نانسي قنقر